نظمة منسقية مشروع مدرسة من أجل النجاح اهتفالا بمناسبة انطلاقة المشروع وذلك بتقدم الاناشيط والأغاني التربوية التي تحمل قيمة أخلاقية كبيرة المناسبة ترأسها ممثل وزير التربية الموطنية والترقية المواطنة التفاصيل لدى أحمد حامد عبد المجيد تعتبر الأغاني والأناشيد التربوية إحدى أدوات التعليم التي تستعمل من أجل ترسيخ أسس الأخلاق الحميدة ومختلف أنواع الفضائل ونبز السلوك السيء والعنيف والأخلاق المذمومة وعليه جاءت هذه المناسبة من أجل تقديم مشروع مدرسة للبناء مدرسة للنجاح وهو مشروع يشمل إعداد مجموعة من الأغاني والأناشيد التربوية هذا المشروع قدم لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وتم اعتماده بشكل رسمي ليتم بذلك إدخاله في المناهج التربوية وتعليمه مستقبليا في مختلف المدارس على المستوى الوطني منسقة مشروع مدرسة للبناء مدرسة للنجاح ماري إيلين قالت أن هذا المشروع بدأ العمل فيه منذ سنتين تقريبا وقد شارك في إعداده مختلف المدارس المتواجدة بالعاصمة انجمينة ويهدف هذا المشروع إلى غرس السلوكيات النبيلة في الأطفال في سن مبكرة حتى يطبقها في حياتهم اليومية أما ممثل وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أوجو أبرهام أثنى على هذه المبادرة وجدد على وقوف وزارة التربية ودعمها لمثل هذه المبادرات التي تفيد التعليم الابتدائي من خلال تعليم الأطفال الأخلاق الحميدة بوسائل ترفيهية مثل الأغاني والأناشيد اشتركوا في القناة